السلام عليكم اليوم الثلاثاء الأول من آذار 2020 عقد اجتماع مجلس الوزراء وافتتح السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع بتهنئة للمعلمين والمعلمات في يومهم يوم المعلم وأثنى على جهودهم لاسيما في بلدنا الذي يشهد تحديات في التربية والتعليم وجهود المعلمين والمعلمات في العراق مشهودة ومذكورة ويشكرون عليها وهي مهمة رسالية يقومون بها الحكومة ما زالت تتحدى الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا بمزيد من العمل وبمزيد أيضا من حس التفاؤل الميراث الثقيل المعروف الذي ورثناه ما زلنا نعالجه الحكومة تعلمون حكومة أزمة جاءت بعد حراك مجتمعي وجاءت بعد هذا الحراك لتقدم خدمات ولتصلح ما تستطيع إصلاحه في هذه المدة المقررة ومن بين هذه التحديات ظهرت لنا تحديات الحرب الروسية الأوكرانية التي شملت أيضا الجالية العراقية هناك حقيقة كانت هناك غرف عمليات في بعض الوزارات في وزارة الخارجية وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالج الظروف العراقيين في أوكرانيا واستطاعت وزارة التعليم في جهدها في غرفة العمليات وأيضا وزارة الخارجية أن تخلي العديد من العراقيين إلى الدول المجاورة واليوم صوت مجلس الوزراء على تمويل وزارة الخارجية بمبالغ مالية ترعى بها شؤون العراقيين المتأثرين بهذه الحرب والمقيمين في أوكرانيا ومحاولة إخلائهم إلى بلدان آمنة تمهيدا لجلبهم إلى العراق أيضا كان هناك نقاش في مجلس الوزراء عن البطاقة التموينية وتأكد فيها عبر تأسيس لجان لتوزيع حصتين في شهر رمضان المقبل وبالتالي هناك حرص في مجلس الوزراء على هذه المسألة وعلى تحسين مفردات هذه البطاقة التموينية للعراقيين سيما أنها طرحت مرتين في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء في محافظة الأنبار كان هناك قرار حقيقة وافق مجلس الوزراء على استثناء بيع الدور واطئة الكلفة هذه الدور بنيت وخصصت للعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة الأنبار واستثنية اليوم بهذا القرار من شروط وإجراءات المزايدة العلنية وهي مساعدة لهذه العوائل لأنهم من ذوي الدخل المحدود في وزارة الإعمار والإسكان كان هناك مناقشة لمشروع كان متلكئاً هو مشروع مجاري الشطرة في محافظة ذيقار وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية للعمل على هذا المشروع ضمن إجراءات أصولية خدمة للمواطنين في الشطرة في وزارة الكهرباء أيضاً استضيف السيد عاد الكريم يتحدث عن تحديات الكهرباء في المرحلة المقبلة وأيضاً طرحت للنقاش مسائل عديدة في هذا الملف ملف الكهرباء وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة باستمرار عمل وزارة الكهرباء بإخراج المعدات من المنافذ الحدودية وتأجيل استفاء رسومها هذه قصة روتينية لكنها حقيقةً تعيق مشاريع للكهرباء مهمة واتخذ اليوم مجلس الوزراء هذا القرار لتسهيل عمل الوزارة في إنتاج الكهرباء أيضاً استضيف السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اليوم لطرح جملة من المسائل على مجلس الوزراء وكان هناك قراران بصدد هيئة المنافذ أولهما وافق مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات لضبط البضائع المستوردة المعفات وضمان عدم توجيهها لغير الغرض الذي استوردت من أجله هيئة المنافذ تابعت هذا الملف البضائع المعفات ووجدت بعض الحالات المخالفة وانتبهت لهذا الموضوع ولذلك طرحت هذا القرار ووافق مجلس الوزراء عليه ملف المنافذ الحدودية هذه الحكومة شددت عليه منذ البداية وأصلحت من حاله وكانت هناك زيارات مختلفة لسيد رئيس مجلس الوزراء ولبعض الوزراء لهذه المنافذ وحققنا تقدماً ملحوظاً في هذا الملف القرار الثاني لهيئة المنافذ الحدودية وهو يتعلق بالحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية خاصة في البصرة وكان هناك إلزام لبعض الوزارات بالعمل على إجراء إخراج هذه الحاويات المتكدسة وتأليف لجنة برئاسة قيادة العمليات المشتركة تختص بمعالجة هذه الحاويات خاصة تلك الحاويات التي موادها من المواد الكيميائية الخطرة وذلك تجنباً للكوارث لا سامح الله هذا قرار كان مهم حقيقة لأن هناك حاويات متكدسة لفترات وسنوات طويلة موجودة لم يؤخذ بها إجراء لتصفية أوضاعها أخيراً طرحت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فكرة قرار شمول المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وبعد نقاش صوت مجلس الوزراء على شمول هذه المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لكي يتعلق هذا القرار بتصفير الرسوم القمرقية عليها أسوةً بما نسميه المركبات الهجينة وهذا يصب أيضاً الموضوع برمته في ملف استعمال الطاقة النظيفة شكراً لكم شكراً لكم